اجراءات عسكرية حكومية غير مسبوقة في عدة مناطق بشمال وشرق سوريا تزيد من غموض الوضع العسكري في المنطقة مع استمرار تهديدات الاحتلال التركي بشن عدوان جديد وخاصة انها تأتي في غضون لقاء جمع الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس النظام التركي رجب اردوغان في روما للتباحث في عدة ملفات بين البلدين دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي ايقظى سكان عدة مناطق في شمال شرق سوريا ودب الذعر في نفوسهم ليتبين لاحقا انها مناورات عسكرية بين قوات الحكومة السورية والجيش الروسي في محيط تلتمر بالقرب من محاور التماس مع الاحتلال التركي مصادر محلية اوضحت ان هذه المناورات النوعية تمت بالذخيرة الحية بين قوات الحكومة البرية والسلاح الجو الروسي على طول المنطقة الممتدة من جبل عبد العزيز على الطريق الدولي انفور وحتى منطقة العالية بريف تلتمر الشمالي قرب خطوط التماس مع فصائل الاحتلال التركي في المنطقة تطور عسكري لافت قد يبعث برسالة واضحة للنظام التركي الذي يهدد باحتلال مناطق اخرى من سوريا بان مناطق شمال وشرق سوريا خط احمر هذه المرة وخاصة انها تأتي في ظل وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الحكومة السورية الى محيط المناطق المحتلة شمال وشرق سوريا المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان القوات الحكومية وبحماية روسية بعث بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم جنودا ودبابات وراجمات صواريخ الى محاور القتال في ناحية عين عيسى ومدينة الباب المحتلة شمال سوريا حيث تتحشد الفصائل الارهابية التابعة للاحتلال التركي ومع هذه الحشودات المتبادلة بين القوات الحكومية المدعومة من روسيا من جهة والفصائل الارهابية التابعة للاحتلال التركي في مناطق بشمال سوريا من جهة اخرى يبقى السكان المدنيون مترقبين لا سيما مع تهديدات النظام التركي بشن عدوان عسكري جديد فيما لو فشلت الدبلوماسية بحسب تقارير اعلامية اشتركوا في القناة